إذن يوجد لدي كتلة من الخشب هنا كتلتها 5 كيلو إغرام وتجلس على سطح متسخ بالقرب من سطح الأرض ومعامل الاحتكاك السكوني بين هذا نوع من الخشب والأوساخ تساوي 0.6 60% ومعامل الاحتكاك الحركي بين هذا النوع من الخشب وهذه الأوساخ تساوي 0.55% هذه القياسات تم قياسها مسبقا من قبل شخص ما ولنقول أننا قمنا بدفع هذا الجانب بقوة مقدرها 100 نيوتن ما الذي يحصل؟ إذن أول شيء يمكن أن تدركه أنه لا يوجد قوة احتكاك إذا كانت هذه منطقة عديمة الاحتكاك ولا يوجد مقاومة للهواء لقد افترطنا عدم وجود قوة احتكاك وفي هذا البعد في هذا الاتجاه الأفقي سوف يكون هناك قوة واحدة هذه قوة 100 نيوتن سوف تكون غير متزنة وسوف يكون هناك قوة محاصلة ويجب أن يكون قوة في هذا الاتجاه مقدرها 100 نيوتن وعلى كتلة مقدرها 5 كيلوغرام إذن القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع التسارع والقوة كميات متجهة إذن إذا كان لديك قوة محصلة مقسومة على الكتلة سوف تعطيك 20 متر تسارع مقدره 20 متر لكل ثانية تربيع ولكن عندما يتواجد احتكاك إذن دعنا نفكر كيف نتعامل مع هذا معامل الاحتكاك يخبرنا إذن هذه النسبة بين مقدار القوة مقدار القوة والتي تسمى قوة مزحزحة مقدار القوة التي نحتاجها لزحزحة الجسم ليبدأ هذا الجسم بالتحرك لكن يمكننا أن نبدأ بمعامل الاحتكاك الحركي إنها النسبة بين مقدار القوة المحصلة بين الكتلة والسطح هنا ومقدار القوة المحصلة هي نفس قوة التلامس العمودية التي تظهر على الكتلة مقدار قوة التلامس العمودية على السطح والتي تضاف على الكتلة بعدها الكتلة سوف تتحرك بعدها يمكن القول بأن هذه ستكون سوف تكون بعدها تساوي لهذه الموجودة هنا سوف تساوي قوة الاحتكاك إذن هذه القوة في الواقع تتغلب على قوة الاحتكاك وهذه القوة تساوي قوة الاحتكاك مقدار قوة الاحتكاك على القوة على هذه القوة إذن القوة بين هذين الجسمين إذن مقسوم على القوة بين هذين الجسمين وهذا الشيء منطقي وهذا أكبر من القوة هنا أكثر من هذه المضغوطة معا القليل على المستوى ذري وإنها نوع من حصول نحن نحتاج إلى قوة مزحزحة أو قوة احتكاك أكبر ضد حركة هذا الجسم وفي حالة أخرى قوة الاحتكاك ستكون عكس اتجاه الحركة وإذا دفعتها في هذا الاتجاه هذا يعطي انطباع أن القوة الاحتكاك سوف تساعدك إذن دعنا نفكر ما مقدر القوة المطلوبة لتغلب على قوة الاحتكاك الموجودة هنا في وضع السكون إذن قوة الجاذبية على هذه الكتلة سوف تكون مجال الجاذبية الأرضية والذي يساوي 9.8 متر لكل مربع ثانية ضرب 5 كيلوغرام إذن 9.8 متر لكل ثانية تربيع ضرب 5 كيلوغرام يعطي 49 كيلوغرام متر لكل ثانية أو 49 نيوتن للأسفل هذه هي القوة مقدر القوة بالنسبة للجاذبية الأرضية باتجاه مستقيم للأسفل باتجاه مركز الأرض قوة التلامس العمودية وتلك القوة هناك بسبب هذه الكتلة التي تتسارع للأسفل إذن يجب أن تكون هناك بعض القوة التي بالكامل توازن قوة الجاذبية وفي هذا المثال إنها قوة التلامس العمودية إذن هي تمثل 49 نيوتن للأسفل وبالتالي هذا هو أصافي هذا السبب الذي يجعل الكتلة لا تتسارع للأعلى أو الأسفل إذن الآن إن الذي لدينا مقدار القوة المزحزحة بحاجة لتكون تساوي هذا مقسوم على هذا إذن جيد هذا الشيء هنا يساوي 0.6 أو يجب أن تكون مقدار القوة المزحزحة وتساوي 49 نيوتن ضرب معامل الاحتكاك السكوني أو تلك 49 نيوتن ضرب 0.60 وتذكر معامل الاحتكاك بلا وحدات إن الوحدة هنا سوف تكون نيوتن إذن هذه 49 ضرب 0.6 يعطي إذن 49 نيوتن ضرب 0.6 يعطي 29.4 هذا يساوي 29.4 نيوتن إذن هذه القوة التي تبدأ بالتغلب على الاحتكاك السكوني والتي تضاف بمقدار كافي إذن مع 100 نيوتن يجب أن نبدأ بالتزحزح وفي اليمين عندما كنا في تلك اللحظة عندما بدأ ذلك شيء بالحركة أو القوة المحصلة إذن يوجد لدينا 100 نيوتن في ذلك الاتجاه وقوة الاحتكاك السكوني سوف تكون في ذلك الاتجاه ربما أستطيع رسمها هنا لنريك أنها تأتي من هنا قوة الاحتكاك السكوني سوف تكون 29.4 نيوتن في ذلك الاتجاه إذن في اليمين عندما بدأت بزحزحة هذا وعند الحركة القليلة لأنني عندما قمت بذلك الاحتكاك الحركي سوف يبدأ بالظهور لكن للحظات بالضبط عند تلك اللحظة لدي قوة محصلة مقدارها 29.4 إذن 100 ناقص 29.4 إذن لدي قوة محصلة مقدارها 70.6 نيوتن 70.6 نيوتن للحظة عندما بدأت بالزحزحة هذا بالضبط عندما بدأنا بالتزحزح إذن بينما نحاول التغلب على الاحتكاك السكوني جلدين 70.6 نيوتن كقوة محصلة باتجاه اليمين وإذن للحظة أنت قسمتها على كتلة 5 كيلو إغرام إذن للحظات سوف تبدأ بالتسارع عند 14.12% إذن يوجد لدينا تسارع مقداره 14.1 متر لكل مربع ثانية ولكن ذلك سيكون للحظة لأنني عندما زحزحته فجأة الكتلة سوف تبدأ بالحركة وعندما تتحرك معامل الاحتكاك الحركي يبدأ بالظهور يجب علينا أن نفكر قليلا وعلى الرغم من الانزلاق من العلا على الرغم من أن هذا ما زال يتسارع سيبدأ بالتسارع ومعامل الاحتكاك الحركي يبدأ بالظهور وقوة الاحتكاك لنفرض أننا نتحرك حيث أن مقدار قوة الاحتكاك سوف تكون دائما عكس الحركة سوف تكون تذكر قوة التلامس العمودية هي 49 نيوتن إذا ضربنا طرفي المعادلة بـ 49 سوف نحصل على 49 ضرب 0.55 والتي تساوي 26.95 نيوتن سوف نحصل على 49 ضرب 0.55 هذه ستساوي 26.95 نيوتن هذه قوة الاحتكاك هذا المقدار سوف يكون عكس الحركة وقريبا سوف نبدأ بالحركة في ذلك الاتجاه وسوف تكون بذلك الاتجاه وعندما نبدأ بالحركة لأفرض أننا مستمرين بإضافة قوة مقدارها 100 نيوتن ما مقدار القوة المحصلة إذن لدي قوة محصلة مقدارها 100 نيوتن في ذلك الاتجاه ولدي 26.95 في ذلك الاتجاه تذكر مع المتجهات لن أقوم برسمها الآن أستطيع أن أرسم ذيولها أستطيع أن أرسم ذيولها بـ هذا الاتجاه على أي حال لكن تذكر إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نستطيع عرضها على مركز الكتلة لأننا نستطيع إظهار كل هذه الذرات كأنها جسم مجمع ولكن على أي حال ما مقدار القوة المحصلة لدينا 100 نيوتن باتجاه اليمين ولدينا 26.95 باتجاه اليسار إذن 100-26.95% وهذا سيساوي إذن هي قوة الاحتكاك باتجاه اليسار دائما عكسنا هذا يعني هناك قوة محصلة للمين مقدارها 73.5 إذن عندما يتحرك يوجد لدينا قوة محصلة للمين مقدارها 73.05 نيوتن هذه القوة المحصلة باتجاه اليمين وكيف سوف تتسارع جيد 73.05 مقزوم على الكتلة 5 كيلو غرام إذن 73.05 تقسيم 5 كيلو غرام هذا يعطي 14.61 إذن التسارع عندما تتحرك سوف يكون 14.61 بالمئة متر لكل ثانية تربيع لليمين to the right إذن في الواقع أريد أن أتأكد من أنك أتفهم ما يحدث هنا يوجد دائما لدينا قوة كافية ليبدأ بالتزحزح لكن لليمين عندما ندفعه عندما نتغلب على الاحتكاك السكوني للحظة التسارع سيكون أبطأ لأننا تغلبنا عن الاحتكاك السكوني ولكن عندما نزيحه ومرة أخرى لنفرض أننا نستمر بإضافة قوة ثابتة فوقه إذن مؤخرا قوة الاحتكاك بسبب وجود العديد من الثغرات وإن الجسم ليس عالقا عليها نحن الآن نستعمل معامل الاحتكاك الحركي لأنه يتحرك القوة المحصلة تصبح أكبر باتجاه اليمين بسبب أنك تستطيع إظهار قوة الاحتكاك وسوف تصبح أقل عندما تبدأ بالحركة والآن قوة الاحتكاك سوف تصبح أقل لـ 25.95 والآن نحن نتسارع باتجاه اليمين بمعدل أسرع بمقدار 14.61% لكل مربع ثانية إذن لليمين عندما يتحرك سوف يتسارع عند 14.1 ولكن للحظة هي لحظة غير ملحوظة عندما تبدأ بالحركة عندها سوف تتحرك لليمين بتسارع ثابت ترجمة نانسي قنقر